السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن السيرة العطرة للإمام مالك بن أنس نموذج للمتعلم والعالم نريد أن نقف أيها الأحبة الكرام عن نموذج فريد من النماذج الفريدة الكثيرة الغزيرة التي تزهر بها ثقافتنا الإسلامية هناك علماء أجلاء نفتخر بهم وحري بأبنائنا وبنتنا في عصرنا هذا أن يقتفوا أثرهم ويقتدوا بهداهم إن شاء الله تعالى إن وفق المولى نذكر أعدادا من الأعلام الأجلاء الذين سطروا تاريخ حياتهم بمداد من ذهب اليوم نتحدث عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي الذي هو صاحب المذهب المالكي في الفق الإسلامي من يكون هذا الرجل وكيف تعلم وكيف ترعرع وكيف كان يستقبل العلم ويتأدب مع العلماء وإلى أين صار بعلمه وبفقهه وبأخلاقه وتربيته هذا الرجل قيل فيه قبل أن يولد قولا نبويا شريفا قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة سيدنا النبي تنبأ وهو النبي بأن سيأتي زمان في المدينة المنورة الناس يحتارون في العلم ويحتارون في الفقه والفتية فلا يجدون إذا سألوا سائلا أعلم من رجل هو في المدينة المنورة يضربون أكباد الإبل في طلب العلم يعني يأتون من بعيد حتى صار يقال كيف يفتى ومالك في المدينة ما حقيقة هذه العبارة كل هذا سوف نتعرف عليه أيها الأحباب الكرام بعجالة فالإمام مالك النموذج للمتعلم العالم الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم هو محدث وفقيه وعالم جليل هو ثاني الأئمة الأربعة اشتهر بعلمه الغزير وبقوة حفظه للحديث وتتبته فيه وأيضا بالفتوى هذا الرجل ولد بالمدينة المنورة سنة تلاتة وتسعين للهجرة يقال في كلمة ما معنى ما معنى كيف يفتى ومالك في المدينة أن والده رحمه الله تعالى أنس كان جميل وكان وسيم وكان أبيض البشرة حينما تزوج على طريقة العادات والتقاليد عند أهل الحجاز تزوج دون أن يرى الزوجة فدخل بها ليلة الزفاف وبنى بها تلك الليلة وفي الصباح لما استيقد رأى العروس قيل أنها لم تعجبه ولكن من اختر له العروس اختارها على دينها وعلى أخلاقها وعلى إيمانها لكن هو هذا الرجل لم يرى فيها إلا الصورة الظاهرية لم تعجبه فكأنه غضب وأراد أن يرحل لم يطلقها وإنما أراد أن يرحل عنها وفهمته المرأة كان آخر حوار بينه وبينها أن قالت له لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الذي وقع هو أن الرجل غاب عن تلك البلاد ورحل إلى بعيد وبقيت المرأة وقد حبلت في تلك الليلة حملت من الرجل وبعد شهر بدأ يظهر الحمل وكان الحمل هو الإمام مالك لما بدأ يكبر في خمس ست سبع سنوات كان في المدينة المنورة بعض الناس يغنون كان هناك مغنيين يضربون بالمعازف ويغنون فكان الإمام مالك وصغير أنا داك غلام يذهب لكي يستمع إلى هؤلاء المغنيين فأعجب بهم وأراد أن يكون مغنيا شعر في ذاته أنه يحمل القدر والرغب في الغناء فجاء إلى أمه وقال أمه إنني أريد أن أصير مغنيا فهل لا دفعت بي إلى معلم الغناء يعلمني الطرب ويعلمني الموسيقى فقالت يا بني إن هذا الأمر لا يليق لإلا لمن كان مليح الوجه من كان مليح الوجه وأنت لست كذلك لأن أمه لم تكن مليحة فصورته جاءت قريبا لأمه وليس لأبيه فلصحة الأم قالت يا بني دع عنك الغناء وإني أرى أن تطلب الفقه وتطلب الحديث فإن فيه خير عظيم فأقنعت الأم أقنعت ابنها على أن يترك هذا الغناء ويصير إلى طلب العلم وفعلا دفعت به إلى الكتاب فحفظ القرآن الكريم وهذا أمر معتاد كان المجتمع الإسلامي معروف أن أول طريقة للتعلم هي حفظ كتاب الله تعالى لأن حفظ القرآن الكريم كي يعطي للولد وللبنت كي يعطي الفصحة والبلاغة لأنه صيغة بليسان عربي مبين وكي يعطيه تروى لغوية وكي يعطيه أيضا قوة الذاكرة وقوة الحافظة وكي يعطيه الحصن الحصين الإبن والبنت الحامل لكتاب الله يكون دايما محصنا فحفظ القرآن الكريم في صدر حياته ثم بدأ يجلس إلى مجالس المحدثين كان في المدينة المنورة مجموعة من الكراسي الناس يجلسون لتعلم العلوم فكان يزاحمهم بمنكبيه وهو صغير يتعلم الحديث ولما بدأ يفقه شيئا من الحديث والفقه بدأت أمه تلبسه أحسن الثياب لاحظوا بأن الأم هي تلعب دورا كبير في تعليم أبنائها وبنتها الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراقي فقدت الأم رغم أنها فقيرة وعاش الإمام مالك في وسط فقير وأبوه كان غائب غضبان لأنه لم تعجبه عروسه بقي الولد يعيش في كنف أمه ودهر رجل عالم يسمى ربيعة الرأي كان عالم في المدينة والناس يتحلقون حوله فكان الإمام مالك أيضا يتزحم معهم ووغلام ليفهم ويفقه ما يقول هذا الرجل أمه كانت تنصحه تقول يا بني إذا ذهبت إلى العالم الجليل ربيعة الرأي تعلم من أدبه قبل علمه يا بني تعلم من أدبه قبل علمه فالناس في ذلك الزمن في تسعيل الهجرة في القرن الأول من الهجرة كانوا يعلمون بأن الأدب هو قبل العلم يعني التربية والتعليم نقول وزارة التربية أولا والتعليم تانيا حتى إذا فشلنا في التعليم لم نفشل في التربية قالت يا بني اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب قبل العلم فصر الإمام مالك إذا أراد أن يذهب تلبسه أمه أحسن أثياب وتعممه كالدل عمامة وهو صغير لأن العمامة هي عند العلماء فيها نوع من المهابة تجعلك كأنك عندك رتبة إياك أن تتنازل عنها وتعطره ويدهب ويأخذ الفقه الرأي وهو صغير على قدر طاقته من هذا العالم وبعد ذلك شعر بأنه يرغب في حفظ الحديث وجد بأنه عنده طاقة حفظ يريد أن يحفظ الحديث النبوي الشريف فصار يحفظ الأحاديث الكثيرة تقريبا في جلسة واحدة كان يحفظ أكثر من أربعين حديث يحفظها بإتقان ثم بعد ذلك صار يتعلم قواعد الفقه يعرف القياس ويعرف العام والخاص والمقيد والمطلق ويعلم أحكام الفقه وصار هكذا الإمام مالك يتعلم 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 العلم ويأخذ الأدب كان يتعلم الاحترام ويتعلم التوقير وبدأ هكذا منذ أن كان عنده ابن عشر سنوات دخل في قوة العلم بعد أن أتم حفظ القرآن دخل في قوة العلم فلما استكمل الواحد والعشرين من عمره صار علما صار بلقب ذلك الزمن مؤهلا للفتية يعني كما لو نقول في عصرنا هذا حاصل على الماجستير أو الدكتورة لما صار عمره واحد والعشرين سنة فصار الإمام مالك يريد أن يجلس لكي يحدث الناس لكن الناس لا يثقون في شاب في العشرين من عمره الناس يثقون في رجل شيخ كبير شعره اشتعل شيبة فكيف صار الإمام مالك وهو الصغير في العشرين صار عالما وصار يقال كيف يفتع ومالك في المدينة كيف يفتع ومالك في المدينة السبب حسب بعض الروايات تقول بأن أحد الأعيان رجل من الأثرياء كان متزوج بمرأة ذات شرف وذات منصب عالي وتوفيت المرأة توفيت فجاءوا لها بغسالة امرأة تغسل الموت تغسل النساء فلما دخلت إليها إلى غرفتها وكشفت عن تيابها وبدأت تقوم بغسلها فوجئت بأن هذه المرأة عندها آتار غريبة في أعضائها التناسلية الداخلية فقالت هذه المرأة الغسالة قالت لبعض النساء معها إن هذه المرأة امرأة تشريف لم تكن شريفة هذه المرأة كانت تتعاطى الفسد وعلامة ذلك أنها كذا وكذا وكذا يعني قالت فيها النميمة قالت فيها الغيبة واتهمتها باتهام باطل وهي ميتة تغسل فيها فلما انتهت من الغسل أرد أن تقوم فإذا بيد الغسالة تلتسق ببطن الميتة تلتسق فحاولت جاهدة أن ترفع يدها لكن مستحيل اليد لسقت في البطن والناس تأخرت عنهم الجنازة يريدون أن يخرجونها قبل العصر وقد صار المغرب الآن ماذا يفعلون فالعائلة كلها اسرعي اسرعي ولكن وجدوا بأن الأمر غريب أن يد الغسالة اليمنى التسقت ببطن الميتة وكأنها لا تريد أن تزول حاولوا جاهدين وجاء بفلان وبفلان كل يقول ماذا علينا أن نفعل فقالوا لقد تأخر الوقت وعلينا أن ندفن الميتة ولكن مستحيل أن ترفع هذه المرأة يدها وهذا أمر غريب فقالوا أهل الميتة قالوا إذا نقطع نقطع يد الغسالة لكي ندفن الميتة بسرعة لأن الرائحة بدأت تتصعد فجاء أهل الغسالة وقالوا لا لن نقطع يد الغسالة لأنها لازت حية بل نقطع بطن نبقر بطن بطن الميتة فبدأ الصراع ما بين أهل الميتة وأهل الغسالة من يقطعون اليد أم البطن فقال أحدهم من له علم هل هناك من شخص له علم بحثوا بحثوا فلم يجدوا فقال أحدهم إن غلاما شابا يفعا اسمه مالك ابن أنس الأصبحي هو في المدينة لعله عنده علم تعالوا نسأله فجاءوا به أمام الملأ والناس قد كبر الجمع والمجمع كبير جدا فقالوا ما رأيك يا مالك في هذه المسألة فلما حكوا له بأن هذه المرأة تكلمت في الميتة وقالت بأنها كانت فاسدة وكانت زانية قال هي وقعت في في النميمة والغيبة وأنها ألقت عليها بتهمة بطلة والفتية أنها الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغفلات مدى عليهم يجلدون مئة جلدة أنها ينبغي أن تضرب المرأة مئة جلدة فبدأوا يضربونها وحينما أوشكوا أن تنتهي العدات فإذا باليد ترتفع فاليد التي كانت ملتصقة بالبطن زالت فتعجب الناس من علم هذا الرجل ومن فتواه ومن تم قالوا كيف يفتع ومالك في المدينة فصارت له شهرة كبيرة وبقي هكذا الإمام مالك في الشهرة والناس يأتون إليه ومرت سنين فجاء والده والده عاد إلى المدينة المنورة بعد أن كان صافر إلى بلدان بعيدة فدخل إلى المسجد فوجد غلاما صغيرا يقرأ القرآن ويحدث الناس فقال آهن لو لو مكدت مع زوجتي لكان ابني في هذا السن في العشرين عمره فأراد أن يسلم عليه فوجد هناك ازدحام وفيما بعد قال سأذهب إلى بيت زوجتي لعل هناك فطرق الباب هو مستحي بالليل فلما عاد طرق الباب فتح له من فتح له الإمام مالك الشاب قال من أنت يا سيدي قال هل أنت صاحب هذا البيت قال نعم أنا هنا وأمي قال أمك قال قل لها قل لها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فقال له من تكون أيها الرجل قال قل لها فقط قل لها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فدخل الإمام مالك عند أمه أمه رجل غريب في البيت ينظر بغرابة وقال لهذه الكلمة فتعجبت الأم قالت هذه الكلمة هي جزء من آية قرآنية آخر ما قلتها قلتها لوالدك وفي أول ليلة زفافنا فتعرف على والده ورجع إليه الإمام مالك يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لأمه المرأة التي ربت أحسن تربية وعلمته خير تعليم في ذلك الزمن لم يحتج الإمام مالك إلى الصفر خارج المدينة المنورة لأن المدينة المنورة في ذلك الزمن كانت هي مهدو العلم كانت هي موطن التقافة وكان بها أعداد من التابعين الصلحاء وكانت حافلة بالعلماء فلم يحتج أن يسافر لطلب العلم لأن هناك الرحلة في طلب العلم الإمام مالك لم يرحل بقي فقط في بلدته لأن العلم كله كان هناك حينما اكتملت دراسته للأثار والفتية شهد له سبعين شيخ من أهل العلم أنه يستحق ذلك وأنا ذاك اتخذ له مجلس في المسجد النبوي للدرس والإفتاء كذا مما قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك وهنا إشارة أخرى بأن الفتوى ودراسة الدين لا ينبغي أن تكون من الإنسان فقط من مجرد أنه قرأ بعض الكتب أو جلس بعض المجالس لا بد أن يشهد له العلماء الأجلاء بأنه فعلا يستحق أن يحدث ويستحق أن يبلغ للناس وهذا ما يقام في بلادنا وفي البلاد المجاورة في دور المجالس العلمية التي تعطي تزكيات لطلبة العلم وأيضا تدفع بهم لكي يقوم بواجب الوعظ أو الإرشاد أو الخطابة أو الإمامة لا بد أن يشهد له على الأقل سبعة من أهل العلم والإمام مالك شهد له سبعون من أهل العلم حينما اكتملت دراسته للآثار والفتية والحديث صار الإمام مالك محدثا اتخذ له مجلسا في المجل النبوي للدرس والإفتاء مما يتميز به الإمام مالك أنه كان يعتني كثيرا بلباسه عناية تامة معروف على الإمام مالك لهذا فقهاء المالكية عبر التاريخ أخذوا منه هذه السنة أن العناية باللباس لباس يكون أنيق وجميل جدا وكان يتطيب كل مرة بطيب جديد ويرى بأن ذلك فيه إعظام للعلم ورفع للعلماء كان المكان الذي يجنس فيه الإمام مالك في المجل النبوي نفس المكان الذي كان يعتليه سيدنا عمر ابن الخطاب سيدنا عمر أيضا كان يحدث وكان يحكم وكان يقضي بين الناس وكان أمرهم شورى بينهم فالمكان الذي كان يجلس فيه سيدنا عمر كان الإمام مالك أيضا نفس المنبر يجلس فيه وكان يتأثر بسيدنا عمر في الفتوى والأقضية وكذلك كان مسكنه قريبا من دار عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل يقتفي أثره لأن سيدنا عبدالله بن مسعود كان يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم الحدو بالحدو الإمام مالك هو عالم جليل ولكن العلماء دائما لابد أن يكون لهم نصيب وافر من التربية فكان معروفا بالصبر يا ما تحدث له أقضية مع الناس كان صبورا وكان معروف بالأخلاق الحسنة ودرسه كان دوما تغشاه السكينة والطمأنينة الناس يشعرون بالسكينة طمأنينة وهو يظهر عليه وقار واحترام وكان يجل الأحاديث النبوية الشريفة وكان فيه في راسة تخطأ إذا حدتك بشيء أصاب وغير المجلس العلمي الذي كان يجد في الإمام مالك في المسجد كان يأتو إليه الناس إلى بيته فكان إذا أته أحدهم يقول له أتريد الحديث أم المسائل هل تريد الحديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسائل الفقهية فإن قالوا له نريد المسائل خرج إليهم فأفتاهم بدون مقدمات لكن إذا قالوا له نريد أن ننقل عنك الحديث النبوي الشريف كان يقولهم اجلسوا حتى أرجع فيدخل ويغتسل ويتطيب ويلبس ثيابا جديدا ويتعمم ثم يخرج إليهم وعليه الخشوع ويوضع له العود راحة العود ويتبخر ثم بدلك يتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كان يعظم السنة النبوية الشريفة الإمام مالك لم يكن فقط مهتما بالسنة النبوية الشريفة بل يعتمد في فتواه على عدة مصادر تشريعية متنوعة كان إذا السئل كان يأتي بالأحكام إما من القرآن العظيم ومن السنة النبوية أو من إجماع العلماء ومن عمل أهل المدينة لأن أهل المدينة هو كان إمامها وكان أيضا يستعمل الأقيسة والمصالح المرسلة وما يسمى بالاستحسان ثم العرف والعادات ثم ما يسمى بسد الدرائع وفتح الدرائع وأيضا الاستصهاب ما يسمى باستصهاب الأصل هذه كل سيمات اجتهادية إن شاء الله في حلقات مقبلة ممكن أن نتعرف عن كل سيمة من هذه السيمات حقيقتها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي الإمام مالك رحمه الله على الرغم من علمه الغزير كان يتحرز في أن يخطئ في فتواه وكان إذا أراد أن يجيب إذا سئل كان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أول كلمة ينطق بها ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإذا أصاب فقد أصاب وإذا لم يفقه المسألة يقول بكل جرع لا أدري لا أفهم وكان يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وفق الكتاب والسنة فاخذوا به وما لم يوفق الكتاب والسنة فاتركوه وكان دائما إذا سئل ولم يكن متأكد من جوابه كان يعقب بقوله إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين بمعنى هذا تواضع العلماء لأن الفتوى هي صناعة هي اجتهاد والخطأ فيها محتمل ولهذا كان لا يقول الكلام يقينا والذي كان يتميز بالإمام مالك أكتر لذا انتشر عبر العالم الإسلامي أنه كان يعتمد على قائدة جلب المصالح ودرء المفاسد الفقه المالكي إن شاء الله إذا بقي في العمر بقية نتحدث عن حلقات فيه غضي القوة بأن الخاصية والسمى الأساسية التي يمتاز بها هي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد أي حاجة فيها المصلحة يقول لك هي من الشريعة لا بد من جلبها وأي حاجة فيها المفسدة يقول لك هي غريبة عن الشريعة فكان يجتهد وكان يفتي على هذه القاعدة المنطقية العقلانية التي يرضها جل الناس وكان أحيانا إذا لم يجد جوابا مقنعا كان يقول لا أعلم مرة جاءت بعض الأسئلة من أهل المغرب أهل المغرب لما علموا بالإمام مالك لأنه عن طريق الحج كان أهل المغرب والأندلسي حجون فتعرفوا على الإمام مالك وأحد الأمراء أرسل إليه برسالة فيها مجموعة من الأسئلة فأجب عن بعضها وقال عن البعض الآخر لا علم لي بها وقالها وبدون خجل هذه شجاعة العلماء وبالمقابل كان الإمام مالك ينهى عن الجدال في الدين لأن بعض الأخطاء التي يقع فيها المتدينون أنفسهم أنهم يقعون في الجدال والجدال غير محمود فكان الإمام مالك ينهى عن ذلك ينهى العلماء والطلباء والأهل الخير أن يقعوا في شراك الجدال كان يقول المرأ والجدال في الدين يذهب بنور العلم من قلب العبد لكي يجاد الكثير ويميل إلى الخصام ويميل إلى الحدة هذا قد يصاب بمرض يذهب عنه نور العلم من قلبه بقي الإمام مالك هكذا يشتهر في الأفاق وصار يقصده طلاب العلم من أرجاء الدنيا في ذلك الزمن جاءه الناس من مختلف البلاد جاءوا من العراق والشام وسوريا والأردن وجاءوا من مصر والجزائر والتونس إلى أقصى المغرب وجاءوا من مصر إلى خرسان وكان هناك الناس يأتون إليه من جميع البلاد بلاد فارس وغيرها ويجلسون ليستمعوا إلى علمه وكان عنده كرسي الإفتاء الأعلى صار عنده كرسي الإفتاء الأعلى في العالم الإسلامي في ذلك الزمن ثم بدأ الناس يجلونه ويعظمونه حتى الكبراء والأمراء الذي جاد من شهرة الإمام مالك هي الأحديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبشر بظهور عالم المدينة لما قال في الحديث يشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجلون أحدا أعلم من عالم المدينة ولهذا اشتهر الإمام مالك وأتنى عليه العلماء بيتناء كثير منهم مثلا الإمام الشافعي قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين فكان الإمام مالك كأنه هو مصلح القرن الأول هو مصلح القرن الأول في ذلك الزمن لأن كل عصر فيه مصلحون فكان الإمام مالك في صدارة المصلحين في القرن الأول من الهجرة جمع الإمام مالك في علمه بين الحديث والفقه وبرع في هذين العلمين حتى عده أهل الحديث محدثا وعده أهل الفقه فقيها وهو كان يجمع بين الحسنيين ومن يطلع على الكتاب الذي خلفه الإمام مالك هو كتاب الموطع الموطع يعني وطعه يعني يسره وبسطه فهو يظهر بأنه فقيه بارع لأن أول كتاب ألف في الدين بعد القرآن العظيم هو كتاب الموطع أول كتاب قبل البخاري وقبل مسلم وقبل النساء وقبل الترميدي وقبل كل العلماء أول كتاب سيؤلف في تاريخ التقافة الإسلامية هو كتاب الموطع وكتبه الإمام مالك هذا الكتاب كتبه طلبا للخليفة أبي جعفر المنصور لما كانوا في موسم الحج وكان الخليفة المنصور مع نخبة وتلة من العلماء الأجلاء ولاحظ بأن الإمام مالك عنده نور العلم قال له يا إمام يا أبا عبد الله نريد منك أن تضع لنا كتابا في الفقه ونريد منك أن يكون ذلك الكتاب مبسطا وميسرا لكي نوزعه على الأمصار وننشره بين الناس يكون مصدر تتبنه الدولة نريد منك أن تتجنب فيه شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن مسعود وشوارد عبد الله بن عباس معروف أن الصحابة كان عندهم تيارات فعبد الله بن عمر بن الخطاب فقه كان في الشدائد كان دائما يأخذ بالشدة وعكسه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بالرخص بالتيسير وعبد الله بن مسعود كان يركز على الشوارد فقال لتجنب كل هذا قال أقصد إلى أواصط الأمور وما اجتمع إليه الآئمة والصحابة لتحمل الناس إن شاء الله على عملك ولكن الإمام مالك لم يريد أن أن ينتشر هذا الكتاب في الأمصار فقد كتب الكتاب وجعله في حجم ليس بالكبير وجعل فيه كل كل يعني تمنه العلماء وأشاد به حتى قال الإمام الشافعي ما بعد كتاب الله تعالى كتاب أكثر صوابا من وطأ مالك ومدى الإمام مالك يتوجه ليواجه الأحادي المذهبية والتعصب الفكري في ذلك الزمن كان يؤمن بأنه لا ينبغي أن نتعصب فكريا ولا أن نفرض الأحادي المذهبية لأن هذه مخالفة لما يسمى الآن بالديمقراطية وأقنع الخليفة بأنه لا ينبغي حمل المسلمين على هذا الكتاب للموطأ رغم أنه جيد جدا ولكن قال لها إن النساء قد جمعوا واتطلعوا على أشياء لم نطلع عليها وهذا العلماء أتنوا عليه قال الإمام مالك هذا من تمام علمه واتصافه بالإصاف العلماء عبر التاريخ اهتموا بكتاب الموطأ الذي كتبه الإمام مالك وجعله مصدر حديث معتمد في الاحتجاج ووجدوا فيه ذخيرة عظيمة من الأحاديث النبوية الصحيحة المسندة وأيضا فيه بعض البلاغات والمنقطعات والمرسيل هذه مصطلحة حديث هي البلاغات والمنقطعات والمرسيل هي أحاديث نبوية غير موتقة بالإسند لكن يبدو بأن العلماء المالكية فيما بعد كابن عبد البر في التمهيد قام بوصل هذه البلاغات حتى الإمام البخاري رضي الله عنه لما جاء فيما بعد اطلع على موطأ مالك وقال هذا كتاب في صحة عظيمة وهو مصدر عظيم من مصادر السنة المربوقة فهذا بعجالة هو صفحات مشرقة من هذا الإمام الجليل الذي نحن في المغرب نتبنى فقه الإمام مالك وطبعا كل عالم إلا وله محن سوف نتعرف عن العلماء بأنهم لما يدخلون إلى العالم السياسي يقعون في المحن حينما يبقون في عالم الفقهيات والعلوم المجردة يكون نثمن عن الصراع ولكن العالم الذي يشارك المجتمع العالم الذي يقول رأيه في تقلبة الحياة السياسية والاجتماعية ربما قد تشجر قدمه وربما قد تعرض لمضايقات وربما قد يقع في محن وهذا الذي وقع لكل العلماء أو لجل العلماء الأجلا في الأمة الإسلامية نذكر هنا الإمام مالك كان صاحب رأي جري وكان يشارك الناس الحياة العامة ويقول رأيه في قضايا العيش وفي قضايا الظلم وفي قضايا العدل إذا وجد عدلا كان يتنى عليه وإذا كان وجد هناك ظلما كان يرفع صوته بأن هذا لا ينبغي وكان يعظ الخلفاء والأمراء والولاد وكان يصيهم بتقوى الله وكان أيضا في عهده كانت هناك ثورات فكان يبتعد عن الثورات وكان ينهى عن التحريض عليها كان يعتبر بأن الفتن هي خطر ولا يبغي الخوض فيها لأن ما تأتي به الفتن من سفك للدماء ومن سجون هذا فيه خسائر كثيرة على أبناء الأمة ومع ذلك فالإمام مالك رغم كل ذلك رغم أنه كان يتحرز فإن قدمه انجرت إلى الصراع السياسي تعلمون جميع أنه في العصر العباسي لما كان الخليفة جعفر المنصور كان انتهت الفترة لحكم الأموي وجاء العباسيين ذهب الأمويون وجاء العباسيون وأخذوا الخلافة عنوة وكان الإمام مالك يسأل عن طلاق المكره فكان في خطبة الجمعة لما يسأل خطب الجمعة وقال إن طلاق المكره لا يجوز الرجل إذا أكره على طلاق زوجته فهو في الدين لا يجوز وذكر الحديث ليس على المستكره طلاق فالذي وقع وهو أن مروجوا الفتن أخذوا هذه الخطبة المنبرية التي ألقاها الإمام مالك في ذلك الزمن وروجوا بها وجعلوها كحجة لبطلان بيعة أبي جعفر المنصور وقالوا له إن إمام المدينة ومفتيها الإمام مالك يطعن في خلافة أبي جعفر المنصور لأنه أخذ الحكم كرها وقياسا ليس على المستكرة طلاق كذلك ليس على الشعب حكم بالقوة وهذا الذي جعل الإمام مالك أنه يلقى عليه القبض ويسجن ويضرب في السهن وكان كانت يداه مرتفعتان لهذا نلاحظ المالكية عادة يصلون بالسدل قيل لماذا هل الصلاة تكون بالقبض أم بالسدل الحديث النبوي الشريف كان فيه بأن نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى فالتابت هو أننا في الصلاة نضع اليمنى على اليسرى وكيدا حديث أخرى أن النبي الكريم في آخر عمره صلى بالسدل لكن الإمام مالك صار في آخر عمره يصلى دائما بالسدل قيل ليس الترجح للحديث وإنما لأنه كان قد عدب لما سجن ورفعت يداه إلى الأعلى بالسلاسل فلما أطلقوا صرحه انسل كتفه فلم يعد يستطيع أن يصلي بالقبض وصار يسلى بالسدل ومرض مرضا شديدا أصابه سلس البول في آخر عمره فلم يعد يصلي في المسجد حتى قالوا يا إمام كيف تترك الصلاة في المسجد فكان يستحي أن يقول ما السبب حينما اقتربت وفاته قال السبب هو أنني مريض بسلس البول فكرهت أن آتي مسجد رسول الله بغير وضوء وكرهت أن أذكر علتي فأشكو ربي إلى إلى معلوم أن المريض بسلس البول كيبقى دائما يخرج منه قطرة البول دون إرادته فكان يستحي أن يدب إلى مسجد رسول الله ويتبول في الفراش الذي فيه يصلي الناس ولم يذكر العلة قال خشيت أن أشكو ربي لأن الإنسان المريض أنا مريض أنا دارني كذا أنا دارني كذا كشكال الناس كأنه يشكو الخالق للمخلوقين قال فكرت أن أذكر علتي فأشكو ربي وبقي الإمام مالك هكذا مريضا يأتي إليه الناس إلى البيت ويستفتونه ويفتيهم واعتزل الحياة السياسية لأنه وجد فيها صحب كبير فمرض مرضا شديدا وبعد ذلك بدأ يلبي داعي ربه ومات لما مات الإمام مالك حزن الناس عليه حزن عظيما حتى أن الناس اتخذوا موقف من الأمير في تلك البلدة لأنه لم يتعامل باحترام وتقدير مع إمامهم والذي كان يفتيهم اتخذوا منه موقفا مضادا وبقي هكذا حتى توفي ثم دفن في البقيع المقبرة المجاورة للمدينة المنورة هكذا كانت أيها الأحبة الكرام سيرة مشرقة لإمام عظيم عالم ومتعلم الإمام مالك ابن أنس الأصبح الصفة التي أشرق بها قلبه بنور الحكمة هي الإخلاص الإخلاص لماذا هذا الرجل مرت عليه الآن 14 قرن ولا زال معروفا الإمام مالك وانتشر مذهبه في كل الأسقع ما السبب أول شيء هو أنه كان مخلصا أخلص في طلب العلم لدات الله ومن أخلص لله أعطاه الله تعالى الكرام فكان من أقوال الإمام مالك في أحوال القلوب والسلوك وتربية النفس لأنه لم يكن فقط فقيها ومحدثا ومفتيا كان مربيا أي نعم العلماء الأجلاء إلى جانب علمهم كانوا فيهم سلوك نحو التربية فمن أخوال فمن أخوال فمن أخوال القلوب أن قال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب العلم نور يضعه الله في القلوب وقال أيضا من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية يعني هذا الإخلاص إنسان أمام الناس يتظاهر بأنه متدين ويضاعف من جهده ولما يكونوا في السر ربما يقلص من عملي قال هذا خطأ من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية وكان يقول ينبغي للرجل إذا خول علما وسر رأسا يشار إليه بالأصابع أن يضع التراب على رأسه ويمقت نفسه إذا خل بها ولا يفرح بالرياس فإنه إذا اتجع في قبره وتوسد التراب ساءه ذلك كله الناس في زمانه كانوا يحبون الرياس ويحبون أن يصيروا إلى المقامات العلى ويشاروا إليهم بالشهرة وبالعظمة فكان يقول إذا خول لأحدكم علم أو ستله منزلة عليه أن يضع التراب على رأسه هذا الكناية على التواضع يعني إذا أسند إليك مهمة أو منصب عليك أن تتواضع وعليك أن تمقت نفسك إذا خلوت بها بين يدي ربك لأن الذي سوف ينفعك لما تدخل إلى قبرك وحدك ليس معك أي أحد هذا ما سينفعك وتواضعك لله وهكذا بدأ المذهب المالكي نشأ في الأول بالمدينة المنورة موطن الإمام مالك ثم بعد ذلك بدأ ينتشر انتشر في بعض مناطق الحجاز ثم انتشر في إفريقية من مصر إلى المغرب ثم للأندلس ودخل المذهب المالكي إلى المغرب في حياة الإمام مالك عندما رحل جماعات من الناس للحج ذهبوا من المغرب إلى أندلس إلى المشرق لآداء فرد الحج وهناك بعض الذين عندهم رغبة في طلب العلم التقوا مع الإمام مالك ولقوه ودرسوا على يديه الموطأ ولما عادوا إلى بلادهم أخذوا معهم نسخا من الموطأ ونشروها هنا في المغرب وبقي المذهب المالكي ينتشر في المغرب إلى أن تولى الخليفة علي بن يوسف بن جاشفين لما تولى الحكم وكان متدينا علي بن يوسف بن جاشفين كان رجل يميل للدين وكان يسير شؤون الدولة بالدين كان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورات الفقهة وبدأ يقرب منه المذهب الإمام مالك وصار كل من عنده ذراية في الفقه المالكي يكون مقربا من السلطان حتى قيل أن في عهده الناس بالغوا في الفقه المالكي والمذهب المالكي ونسوا القرآن والحديث النبوي الشريف لأنهم صاروا يتمون بالمدونات وندكر في هذا المضمار أبرز الفقهاء الذين أصلوا وقاعدوا للمذهب المالكي في المغرب وفي غير من البلدان أولهم يحيى بن يحيى الليثي هذا هو أشهر رواة كتاب الموطأ لإمام مالك كان يحفظ كتاب الموطأ وهو الذي نشره يحيى بن يحيى الليثي ثم في تونس ظهر أسد بن الفورات هذا كتب كتاب الأسدية لكتب المدونة الكبرى فيه الأحكام الفقهية للإمام مالك ثم في الأندلس ظهر أبو زيد القيرواني كتب كتابه المشور بالرسالة فيها تفاصيل حول الأحكام الفقهية والقضائية على المدى بالمالكي ثم ظهر ابن عبدالبر كتابه الشهير التمهيد في الموطأ من المعاني والأسانيد وظهر ابن رشد الجد الذي كتب اختصار مبسوطة ثم ظهر من بعده ابن رشد الحفيد له كتاب عظيم اسمه بداية المشتهد والنهاية المقتصد إن شاء الله إذا بقي هناك عمر نتحدث عن هذا الكتاب ونقوم بالتحليل وتبسيطه للسادة المستمعين من قرأ هذا الكتاب يعني شمن أنفه رائحة الفقه صار فقيها بداية المشتهد ونهاية المقتصد أعظم كتاب في الفقه المالكي لابن رشد الحفيد ثم بعد ذلك ابن العربي الذي شرح موطأ مالك في كتابه القبس كتب فيه شرحا مفصلا واضحا بينا وأشهر الفقهة المالكية سحنون لإسمه عبد السلام التنوخي المعروف بسحنون له المدونة الفقهية الكبرى للآن جميع فقهة أنا وعلماؤنا ووعاضنا يحفظونها المدونة الفقهية الكبرى هي أساسية لمن أراد أن يكون عالما في الفقه المالكي هذا باختصار شديد أيها الأحباب الكرام سيرة رجل عطرة نريد أن يقسى فيها أبناؤنا وبناتنا وستاذ المستمعين أيضا يقتفون بسيرة هذا الرجل الذي تظهر به الثقافة الإسلامية وهم كتر كتر أعداد كبيرة بالآلاف إن شاء الله بين الفين والأخرى نأخذ نماذج نتعرف عليهم وفيما بعد نتعرف على فكرهم وفقههم حتى تتكون لدينا ثقافة عامة نفتخر بتراتنا الإسلامي الأصيل لكي نبني به المستقبل مستقبل الفقه ومستقبل الحياة لأن الفقه لا ارتباط بالحياة إذا أردنا أن نصلح حياتنا النفسية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والفنية لابد أن تكون لها ارتباط بنفحات فقهية لهي مشرقة ومتفتحة نتعرف عن الماضي لنعيش الحاضر لكي نبني المستقبل بإذن الله تعالى فرضي الله عن الإمام بن مالك بن أنس الأصبحي اللهم أمين يا ربي كريم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحباب الكرام يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم عبر أرقامنا الهاتفية الموضوع رهن إشارة الجميع وهي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46 72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات نبدأها من إقليم شمعية مع أخينا هشام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله صيح شام يا مرحبا الله حفظك أمولي الله يكبر بك سيدي أيها مولاي معي بقية 21 حيث تكملها ودير عز القرآن إن شاء الله وتعالى الله 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 يا ربي أمين يا ربي أمين يا ربي أمين أدعي لنا مع واحد الأخت من اسمية خديجة من أرحم لا أدعي عقابة صرية وحركية الله يشافيها وواحد جوش خواتات معنا في القرب اسمية ساليما ومريم السيدة قاسم الله يشافي لما معهم الله يلا يضرها الله يشافي يا ربي يا ربي أمين يا ربي أمين السلام عليكم عميك وعيبان وعليكم السلام ورحمة الله بنتي إكرم يا مرحبا كبير لبس عليك كبير للوليدات كل شي بيخرب بنتي بارك الله فيك أنا من سجرة آمل مكفوفين كنشكر جميل إخوة المكفوفين يا مرحبا بنتي إكرم والله يطبو العرق ولكن ممكن باركة دير القرآن أيها بنتي بإذن الله بإذن الله أعوذ بالله من سيطان الرجيم يا أيها كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فإذة من أيام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكب الله على أساكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ابنتي كرامة الله يزال في خير رأي خسني الرقم دي لك ابنتي لك الممكن سيشام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يطبو العملكة ابنتي كنزع ابنتي كنزع من مدينة آزرو مشارفين ابنتي مشارفين أهلا وسهلا أنا ضعيفة الباصار الله يشفك ابنتي يا عافيك يا كريم أمين 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 الحز أمين الحز فإس كدعم على الوليدين ديولي مش صيفاء إنسى الله والأخت ديالي إي طوش صيفاء هي والزوج ديالها ورب يصلح لها البنية ديول يا ربي وإس كدعمي دعم على الأخ ديالي محمد دابعيش في روسيا ربي يعونه في الدراسة دياله اللهم أمين وإس كدعمي نحفظ حتينا القرآن ربي سهل لي وربي عوني بالحافظ القرآن وحق لي ربي زميع المتمنية إن شاء الله يا ربي يا كريم نعم 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 أعوذ بالله من السيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنا سوى زوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم صدق الله العظيم نعم شديع نعم علي اعرف سمد واحد بصور اسمري تفرق انك سي جواد محمد يوثي فؤاد من اسي غبين الله جريه صالحة يا ربي بإذن الله بإذن الله يا رحمة الرحيم اشتركوا في القناة الله انقطع الخط معذرة قال ربي اني وهنا العظم مني واشتعل الرأس الشيبة على كل حال كنشكر اخينا سيديه شام سيديه شام من شمعية اللي هو شاب كفيف وابا على نفسه الا هو الثل من هؤلاء الشباب منهم للا خديجة من الرحمناو سليمة من سيدي قاسم والاخت كنزة من ازر وكذلك المقرئ البارع على اللا اكرام وكل من ذكرهم استجواد من المحمد ياو فؤاد من اسفي وهم بالعاشرات هؤلاء الشباب والشابات اجتمعوا على ماذا اجتمعوا على مأدوبة القرآن العظيم اجتمعوا في هذه القناة التي انشأوها بطريق بسيطة شجرة امال المكفوفين اجتمعوا على ان يحفظوا كلام الله هذا القرآن العظيم الذي نزل بمكة المكرمة في غار حراء منذ خمسة عشر قرنا من الزمن على نبي امي كان يرعى الغنم ابا الله تعالى الا ان ينتشر هذا النور في كل اسقاع العالم ولاحظنا بان المقرئين في كل البلاد ونحن في مغربنا نعتز بقرائنا الذين هم بالالاف ولكن وحتى هي خاصة لهؤلاء الشباب اللي هم ضعاف البصار او مكفوفين واخدوا عهد لانفسهم ان يحفظوا كلام الله تعالى وان شاء الله رب عز وجل وعد بالاكرم لان طالب القرآن والذي تعلم القرآن بصدق ونية قال له اجران اجرتان اجرته واجرت قرآن الذي في صدره وعد الله تعالى الا ان يكرم اهل القرآن فكن شكر السهيشام هنكون سوعداء بقى لك عشرين حزب وغد تكمل السلكة دي الستين حزب هنكون مشكورين اننا نستطفوك في الادعاء وندلك واحد الحفلاء تليقه بمقامك ويكون فيها تكريم لكل هؤلاء الطلبة والطالبات اللي كيش جاهدوا في حفظ كتاب الله تعالى وكان بغي نقول الاحباب الكرام هذي الناس هذو وقدمنا لهم يد المساعدة رأى ربي عز وجل غد يرحمها دي البلد الأمين ببركة الحفظ والاجتهاد دي الهؤلاء النس طيبين رأى الحمد لله ربي غد يرحمنا بأمطار الخير أمطار الخير اللي كيحشبها هي الدنوب والخطايا والمعاصي ولكن ملك يلقوا الناس بحالة شكل يتزحمون في حفظ كتاب الله رغم ظروفهم الصحية ومعتزين بلينهم ربنا ينظروا إليهم فيرحمون أجمعين من أجلهم فأسأل الله تعالى أن يبارك لكم وأن يزيدكم من فضله وأن يفتح لكم باب الرزق والكرم والعطاء في القريب العجل اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين نتحول من شمعية إلى إقليمستات معنا الأخت عيشة أهلان وسهلا بك سلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله من الشدلين الخط حالة إحنا كنت شاهدوا بغي نسمع صوتك الله يطول عمرك الشريفة ولي الله الحمد لله الحمد لله الله يبارك بحاشتك ربي يخليك الله يخليك اللي ينقده بارك الله وفيك الشريفة تعلمنا منك بزاف الحواجة الحاشتك ورايبين وتعلمنا منك نقرأ القرآن والدين وزاف اللي يخليك هنيئلك هنيئلك للا ربي اللي يبغاك سبحانه ما القاسة ما تلتعد دي لي الخط يمشي بش عز عفك شد النمر وش تعيض ليا بغنس كل اللي للا عيشة للا عيشة قطع الخط مع ديرا للا عيشة أول حاجة هو هنيئلك أرىك مشينتي للا عيشة لتعلمتي القرآن ومشيت تحفظ القرآن رأى الله جل جلله أحبك واستفاك واختارك وجعلك في سلك أهله ودويه لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الله تعالى إذا أحب عبد من عباده أو أما من إمائه كي يقدف في قلبه المحبة والمودة للدين وكي يقدف فيه الرغبة في حفظ القرآن والتمسك باليقين فهو سبحانه وتعالى إذا أحبك أقامك بين يديه في الصلاة وإذا أحبك جعلك تحفظ كتابه وإذا أحبك جعلك تنطق بفقه والشريعة وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم هنيئلك للعيشة أنت الحمد لله من الذين اصطفهم المولى في سلك الإيمان واليقين هنيئلك وكل واحد أعطاه الله هذا الرغبة في أنه يحفظ القرآن يتعلم الدين يتفقى في الدين لأن الدين صار غريب غريب في أخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريبا وسوف يعود غريبا فطوبى للغربة لأن الناس الآن يتعلمون الكثير من الأشياء وربما يزهدون في الدين الناس يتعلمون الاقتصاد لأنه مدر للأموال يتعلمون الطب لأن فيه واحد الحضوة كبيرة يتعلمون العلوم السياسية يدخلوا بالمعترك الانتخابات يتعلمون علوم الإعلام اللي كي يغزو بها عالم الشهرة وعالم الفن وعالم الرياضة وغيرها لكن من يدرس الدين من يتعلم الدين يقال من طلب الحديث فليبشر أهله بالإفلس هذا قال علماء الحديث قديما من طلب الحديث فليبشر أهله بالإفلس يعني ما طلب الدنيا يبقى ضعيف هنا ومع كل هذا مع كل هذا كالقول الحمد لله وحد العداد كبير هذه المغربة والمغربيات من أبناء الشعب لهم بوسطاء رغم الضرفية الرهنة هذه الغلاء الأسعار وقلة وندرة فرص العمال والضرفية الدولية وكل هذا لا يهمهم شيء يهمهم أنهم يسيرون على السراط المستقيم ويتزحمون في حفظ القرآن والتمسك بالدين فهنيئا لهم وإن شاء الله تعالى ببركة هؤلاء الناس غينزل المطار بإذن الله رغم الكلام عن التسحر والتغير المناخي وقضية الجفاف وتسحر التربة وكلام طويل وعريض يقول الخبراء في علم المناخ والجيولوجيا والجغرافيا والطقس رغم كل ذلك ما دام أن كن هؤلاء الناس المؤمنون والمؤمنات والصالحون والصالحات ربي عز وجل غد يرحمنا جميعا من أجلهم وغينزل علينا أمطار الخير في إبانها وغد يرخص أسعارنا وغد يكتر خيراتنا ويجعل التراحم فيما بيننا أسأل الله تلاختعيش الله يكمل لك رجاء ويحفظك ويرعاك ويبالك فيك ويتقبل منك اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا ربي يا كريم نتحول إلى إقليم الرصاني معنا لأميمة أهلو أهلو السلام عليكم أهلو أميمة طيب أهلال بنتي كيف بقيت زيان؟ الحمد لله بارك الله فيك يا ربي يا كريم يا ربي يعني كان بغي نقرأ وبحالي لك نحس بقلبي ما كان عرشق عشنو نخلع الموين نتشدين نخلع عادة فشد في الارتباك هسك النظر معك عمي الطيب الله يحفظك بنتي أميمة الله ينجيك يا ربي ومن ينجيتي لنيا ندمت ندم شديد لحقا نقطع الحطم أميمة الله يحفظك بنتي وتحية لأهل الرصاني الشرفاء الأرض التي تضم الشرفاء إقليم الرصاني معروف أنه شبيه في جغرافيته ومناخه بالمدينة المنورة اللي زر هذا الإقليم غدلقى التربة غدلقى المناخ غدلقى ذلك النخيل والثمار دياله وذلك الواحات شبيهة بجغرافية المدينة المنورة غدلقى بين الطيبوبة ديالنس ديالهم رجال ونساء غدلقى فيهم أيضا شبيهين بعصر الصحابة غدلقى واحد ظاهرة في إقليم الرصاني ربما غير متواجدة بكثرة في بقية المدن ولكن متواجدة بكثرة في الرصاني وهي التجمعات العائلية كتلقى الدار كبيرة مجموعين في العائلة كلهم الجد والجد والخال والخالة والعم والعمة والأصهار كتلقى عائلة فيها ثلاثين واربعين واحد مجموعين كي يأكلوا جميع وعندهم كوزين وحدها وعندهم معونا واحد ومتعايشين ومتحابين ومتسامحين وهالظاهرة ما بقيتش عدنا غدك تتقلص للأسف في المدن الكبرى كاللقوا الدير دائما زوج وزوجة وأبناء يعني اللي جاء ضيف كيشربتاي وكنقول لي شكرا لك على زيارتك وكاننا كانوا غير مرغوب فيه والضيافة عدنا قليلة وقابول تعايش مع أفراد الأسرة والأسرة الكبيرة صار نادرا لكن إقليم الرصاني اللي زاروا غد يلقاه الظاهرة كثيرة فيه عائلاتك تجمع بالثلاثين وربعين نفر في بيت واحد كبير كلهم متحابين ومتعايشين وعندهم البركة بنتي أميمة كونك كتقرر القرآن العظيم وكتشعر بالخوف هذا الخوف ما من شأه من شأها بنتي هو الوسوس لك يقرر القرآن الكريم وكتشعر بالخوف يعلم بأنه قريب منه الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لأن كلام الله تعالى دائماً قتلقي جج المخلوقات معك كين المخلوقات الأوائل هم النورانيين الملائكة يحببون إليك قراءة القرآن ولما تقرأ القرآن كتشعر بالقوة وكتشعر باليقين وكتشعر بالتبات وكتشعر بالحلاوة دي الكلام الله وكتشعر بالأنس إذا شعرت هكذا عربي أن حولك الملائكة الملائكة يشجعونك ولا شعرت وانت كتشعر قرآن الكريم كتشعر بالنفور أو كتشعر بالخوف والهلع أو تراودك الشكوك لما تقرأ بعض معاني الآيات القرآنية اعلم بأنك قريب منك الوسواس الخناس حاربه أولا حاربت الوسواس وغتنزه عندك جميع أنواع الخوف كندكر عدد كبير من الحالات مع ناس يقرأ قرآن الكريم يقرأ عن هذه المسألة حتى العساكر أدكر مرة وحد المسؤول كبير في الجهاز العسكري كبير هدا يعني رتب عوليا وقال لي هو نفسه أيضا يعاني من هذا الخوف رغم أنه شجع وكتشعر بالقلق وكتشعر بالشبهة من الأمور لقال لي وقال لي لما أقرأ القرآن وأنك أمن بأن الإسلام دين الرحمة ودين السلم ودين الأمان لكن لما أقرأ آيات قرآنية فيها أدعوة إلى القتل ودعوة إلى الحرب مثل قول الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قول السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر